إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم قال وزير الكهرباء في إقليم كردستان كمال محمد صالح إن الوزارة تمكنت من زيادة إمداد الطاقة ثلاث ساعات على معدل الانتاج اليومي لشبكة الوطنية وجاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح محطة كهربائية جديدة بمدينة أربيل بطاقة إنتاج تصل إلى 132 كي في وأكد صالح إن العمل جار على زيادة معدل إنتاج الطاقة وقد تمكنت الوزارة خلال العامين من رفض شبكة الكهرباء الوطنية بـ 615 ميجاوات كما أنجزت 32 مشروعا بمجال نقل الطاقة بتكلفة مالية بلغت 214 مليون دولار وتم تنصيب مليون وثمانية آلاف عداد من النوع الذكي مع إزالة 22 ألف حالة تجاوز على خط الكهرباء في عموم الإقليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر